موسيقى موسيقى السلام عليكم أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال في برنامجكم الثورة الطبية زي ما عودناكم أن احنا بنجيب لكم في برنامجكم الثورة الطبية الجديد النهاردة هنتكلم في موضوع في منتهى الأهمية يعادل في أهميته اللي احنا قلناه قبل كده احنا تكلمنا عن الصورة الطبية في مجال العلاج بالبيوفوتون والعلاج بالطاقة الضوئية لكن النهاردة معانا بموضوع في منتهى الأهمية بالضبط زيه زي العلاج بالطاقة الضوئية وبيؤدي غرض نفس الهدف اللي احنا بنعمله في العلاج بالطاقة الضوئية بنعمله بجزئية تانية مع التغذية والتغذية بشكل أقرب إلى الواقع وأقرب إلى الصحة وإن شاء الله بيشرفنا النهاردة الدكتور عصام عيسى خبير وباحث في التغذية أهلاً لك دكتور عصام عيسى خبير أهلاً يا دكتور بنورنا الله يحفظك الله الله يبارك فيك سؤال مهم جداً بطرحه وهو احنا يعني اتناقشنا فيه قبل كده كتير هل الغذاء كغذاء ممكن يعيد خلية ضعيفة أو خلية متليفة؟ جميل نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم حاجة بتتكلم أن الخلية الحية هل ممكن أنها تجدد نفسها بعدما تعرضت لمراحل من التحلل والضعف وعدم أداء وظيفها؟ فالإجابة نعم الخلية ربنا سبحانه وتعالى لما خلقها ما قالش عنها حاجة غير كله واشربه الإنسان هو صنعة الإله سبحانه وتعالى فكاتالوجي التشغيل والصيانة مش مكتوب فيه غير كله واشربه فأصبح النهاردة أن الخلية الحية تحتوي على عدد من المصانع مصنع بيبني البروتين مصنع بيبني الطاقة ومصنع بيبني الإنزايمز والهورمونز وكل خلية من خلية الجسم لها وظيفة إفرازية أو وظيفة أداء زي خلية العين الشبكية أو خلية العضلات عضلة القلب شغلتها أنها تنقبض فإحنا بنقول أن الخلية ربنا جعل فيها المقدرة أنها تجدد نفسها أما نقول الخلية فيها مصانع ومدخلات ومخرجات إيه يعني إيه من المدخلات ومخرجات؟ يعني إيه الخلية تكون خلية حية وخلية نشطة وخلية ضعيفة وخلية متليفة؟ إيه ده إيه اللي بيحدده؟ الخلية الحية لها احتياجات يعني إحنا ما نطلبش مثلا أن العربية مهما كانت من نوعيات الغالية أنها تشتغل من غير وقود يعني أي عربية مهما كانت غالية لكن محتاجة وقود بنزين عشان تشتغل فالخلية الحية نفس الحكاية فما نطلبش من خلية الجسم وأعضاء الجسم أنها تعمل أداء وتؤدي وظيف وهي ما بتاخدش احتياجاتها الغذائية الأساسية اللي هي ما تقدرش تشتغل ولا تعيش من غير العناصر ديت وبرضه ما نقدرش نطلب من مصنع أنه هو يبقى ليه منتجات من غير ما نديله خامات يعني منطقي أن المصنع عشان يعمل منتج لازم يبقى ليه خامة اللي هي عندنا في العلم بنقول أن البرودكت محتاج سابستريت ومحتاج بايو كاتاليست أن الخلية عشان تنج هورمون أو إنزايم أو تعمل انقباض إذا كان خلية من خلية العضلات الخلية دي محتاجة خامات غذائية عشان تقدر تطلع المنتج والخامات دي بتحتاجها بكميات كبيرة وفيها بتحتاج عوامل حفازة عشان تتم العملية الإنتاجية بيسموها البايو كاتاليست تحتاجها بكميات بسيطة يعني نخلية عشان تبني مثلا البروتين محتاجة الأساسيات بتاعتها اللي بيسموها الأحماض الأمينية بكميات ولازم تحتاج عوامل حفازة بنسب بسيطة جدا من بعض الفيتامينز زي فيتامين بي سيكس ومن المعادن زي الماغنيسيا هل موضوع الفيتامينز والمعادن له يعني تأثير على البناء الخلوي؟ يعني يقدر يبني أو يقدر يرتب أو يقدر يساعد الأحماض الأمينية أن هي ترجع ترتب نفسها تاني علشان تقدر تكون لي مكون خلوي حقيقي زي الجينات وزي الميتوكوندريا وزي السيتوبلازم ممكن تكوين الغذاء أو الغذاء أو العناصر يؤدوا لي إلى تنشيط في هذه الوظائق؟ بالتأكيد يعني إحنا قلنا أن المصنع مش هيطلع منتج إلا بوجود الخامة المطلوبة للسبستريت وبتحتاج عوامل حفاظة من النوعيات المحددة من البيتامينز والبنرلز بكميات ضئيلة جدا بالمايكرو جرام لكن لو مش موجود الحاجات دي مش هتتم العملية الإنتاجية ودي بنلاحظها مثلا في حالات هجاشة العظام في حالات خشونة المفصل بنلاقي الدكتور بيقول للمريض بعد فترة إحنا عايزين نغير مفصل بنلاقي مفصل صناعي باربعين ألف جنيه فإحنا بنقول للناس كلها أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلية الحية وخلق جسم الإنسان عنده المقدرة أن هو يعيد بناء نفسه ويستعيد وظائفه بشرط شرط واضح جدا أن الخلية تحصل على العناصر الغذائية الضالورية ضالورية لأنها ما بتقدرش تنتجها لازم تاخدها من بر وتكون العناصر دي في صورتها الحيوية بنقول إنها حيوية عشان critical for life هي جزء من تركيب كل خلية حية ولازم العناصر دي برضو تخضع لها الشروط إنها تبقى biologically active إن تركيبها الكيميائي الكيميائي هو نفسي تركيب هذه العناصر داخل الخلية الحية في صورة نشطة عشان تقدر العناصر دي تدخل جوه الخلية وتخش في العملية إعادة التجديد والبناء واستعادة وظائفه يعني في حالة مثلا أمراض الـ أو أمراض نقول أمراض الـ اللي هي عملية الهدم ممكن العناصر الغذائية توقف عمليات الهدم بالنسبة لي الميتابوليزم لي الخلية في مفصل أو في عزم أو في غدروف في الواقع إحنا لو بنتكلم بصفة عامة إن أي خلية حية تقدر تجدد تركيبها بعد ما تحللت وتقدر تستعيد وظائفها مرة أخرى بعناصر الغذاء بشرط إنها تبقى فيها الخمس شروط اللي إحنا حكيناها دلوقتي مجتمعة إن يتوفر في العناصر المطلوبة لتجديد الخلية إنها تبقى إزينشيل زي ما قولنا بإمكانها وفايتل وبايولوجيكال تركيبها الكيميائي زي تركيبها جوه الخلية وأكتب إنها دخلة تقدر تدخل جوه الخلية وتشتغل وإنها تتصنف إنها مايكلونيوترينس تصنف عالميا إنها مغذيات وليست منشطار مغذيات إذن أنا ممكن أعتمد على الغذاء كأيتم مهم جدا في جزئيات العلاج بالوسائل الطبيعية وأنا بقول العلاج بالوسائل الطبيعية هقول تصحيح وهقول علاج أنا بقول دلوقتي علاج أنا بشتغل بالوسائل الطبيعية ممكن أعتمد الغذاء بالشكل ساعتك بتقوله البسيط أو الجميل ده كأيتم مهم أو كعنصر مهم في العلاج بالوسائل الطبيعية إحنا نقدر نعتمد على عناصر الغذاء في تجديد الخلايا واستعادة وظائفها في كثير جدا من الحالات المرضية بشرط نتوفر فيها الشروط اللي إحنا حكيناها في الأمراض اللي بيسموها يعني أمراض التحلل زي ما بيقول مثلا الحاجة اسمها الشيخوخة المبكرة أو نلاقي أن يعني مثلا المرض الكبد ما بيجيش يقول لا مات فجأة لكن بيقول لا الدكتور يقول له عندك شوية كسل كسل في الكبد شوية دهون على الكبد بنيجي نقول مثلا إيه الألام بتاعة العظام أو خشونة المفاصل برضو أن ما بتحصلش فجأة الحالة بشدة ولكن تعالوا نلخص الموضوع في حاجة اسمها الاسترس وجود استرس أو عوامل إجهاد بيؤدي إلى بداية تحلل وضعف دي جينيريشن أو دي تريوريشن في الخلية الحية يعني الاسترس تبدأ تتكسر يعني الاسترس يؤدي إلى زيادة الهدم الخلايا للعظم أو للغضروف أو لأي خلايا في الجسم في الأوضاع العادية الطبعية إن عملية البناء دايما عملية الخلايا على مدار اللي 24 ساعة جميع خلايا للجسم في حالة بين إنها بتتآكل وبتتجدد بناء وهد في الأوضاع العادية إن لازم بيبقى فيه توازن وبيبقى فيه إن عملية البناء أعلى من عملية الهد أحياناً بيبقى الإنسان في ظروف إجهاد بتتسبب إن عوامل الهدم للخلايا أعلى من المعدة للبناء فبيبقى يظهر عندنا مرض أو بيظهر عندنا تعب أعراض المرض تريد تظهر أعراض المرض يعني مثلاً أنا هقول كده بالبلد كده إن إحنا عندنا حد عنده تآكل فيه عرض تآكل فيه مفصل تآكل فيه غضروف هل الاسترس الزايد في الحياة أو الضغوط أو الاسترس في الشغل أو الاسترس في البيت أو الاسترسات الحياتية اللي إحنا كلنا بنمر بيها دي تكون عامل مساعد في زيادة هذه المشاكل وإزاي نمنعها بإضافة إيه على الغذاء في الواقع إن عملية التعب أو تحلل الخلايا بيبقى أسبابه ممكن تبقى أسباب بحكم السن ممكن بحكم بعض المهن والوظيف ممكن بحكم مثلاً البيئة إن فيه جو حار غير المناطق اللي فيها جو بارد فإحتياجات الإنسان واحتياجات الخلايا الحية من عناصر الغذاء بتختلف حسب عمر الإنسان حسب الوظيفة اللي هو بيؤديها حسب المكان اللي هو عايش فيه الجو حار المناطق البردة إحتياجات الغذاء بتختلف وهنا بنخش في موضوع كبير جداً في غاية الأهمية إزاي الإنسان يعيش عيش حلوة يعيش سعيد إزاي ما تعرضش المشاكل في حياته لأن أسباب الأمراض هي عوامل إجهاد مختلف في أوروبا وفي البلاد المتقدمة بنلاقي دايماً الناس الكبير والصغير والرجال والسيدات كل واحد يبقى معاه كتاب وهو راكب متر الأنفاء بيقرأ في ثقافة الغذاء لأن الغذاء هو ده اللي يخليه استمتع بحياته ويعيش عيشة طبيعية هو ده اللي يخليه يعني يقيه من الأمراض والمشاكل اللي ممكن يتعرض لها للأسف ده إحنا يعني ثقافة التغذية مش موجودة في بلادنا طب إحنا دلوقتي وصلنا لأن إحنا ممكن يبقى عندنا مركب غذائي في مضادات للأكسادة أو في مضادات للسترس بحيث أن أنا أقلل عملية الديجريشن أو عملية الهدم للخلية هل فيه ده موجود؟ حضرتك دخلت كده في عمق الموضوع النهاردة فيه تغذية غير سليمة فيه كيمويات موجودة في الغذاء من بقايا المبيدات بقايا الأسمدة بعض الهرمونات اللي موجودة في الدواجن اللي إحنا بنقولها بعض الملوثات في الجو الحاجات دي بتبقى عوامل إجهاد دي عبارة عن مواد حارقة لما بتخش الجسم بيسموها free radicals أو الشخوق الحرة فالحاجات دي بتتسبب في حرق الجدار بتاع الخلية الحية وبتتسبب أن يظهر عندنا وضع غير طبيعي في عمليات الكيميائية مثلا للدهون في الجسم فيبدأ يشتك المريض عنده كوليستيرول فنقول إيه كوليستيرول دي مادة شمعية بيبدأ يترسب على جدار الشرايين فيبدأ المريض مع الشرايين والصغيرة زي الشرايين تجيل في عضلة القلب نقول إنه هو معرض لجلطة في القلب أو جلطة في المطل أو انصداد في الدمي مش واصل للعضلة كويس فدايما أسد زيتنا لجهات التغذية يتكلم على الخضرات والفواكه التوزيجة لإنها غنية بالعناصر المضادة للأكسدة اللي بيسموها reactive oxygen species الروس دي الـ ROS فيها حاجات كتير جدا تقدر أول بول زي ما بيقولين إذا تعمل detox تخلص الجسم من هذه الزرات والآيونات والمواد الحارقة اللي بتتسبب وتعتبر هي السبب الأساسي أو توصلها للانتحار من الأمراض أو توصلها لمرحلة الانتحار أو تتسبب النخالية تتسارطا ويبقى عندها تكاثر عشوائي ولا تتحكم في وظيفة فعملية الـ detox والتخلص من الشقوق الحرة دي عملية غدائية فإحنا لو اهتمنا بالغداء ممكن زي ما جانبك تفضلت كده نخرج من كثير جدا من المشاكل المرضية اللي احنا لايه الانسان بيتعرض ليه يعني معنى كده ان احنا ممكن لكل مرض من الأمراض اللي موجودة والشائعة يكون عندنا عناصر غذائية محددة تقللي المشاكل اللي موجودة أو تمنعلي حدوث مشاكل كبيرة هل دوت يعني المقصود بيه؟ ده حقيقي يا دكتور انه ومنطقي جدا انه كل خلية حية وكل عضو من أعضاء الجسم له احتياجات من العناصر الغذائية مختلفة عن العضو الاخر يعني حسب تركيبه ووظيفه يعني بنقول مثلا خلية العظام تركيب خلية العظم ووظيفها مختلفة عن الغذروف اللي في نهاية العظام مختلفة عن السائل الزلالي اللي بيعمل ستا قلتلي قبل التسجيل قلتلي أو قبل الحالة قلتلي أن المفصل المفصل الواحد فيه أكتر من 9 أو 10 أنواع من الخلايا المفصل يعني رضوة معفض يعني عندنا خلية عظمية عندنا خلية غذروفية عندنا خلية أربطة اللي هي المشكلة الكبيرة اللي بتواجه الأطباء في عملية تجديد المفصل أول ما بيحصل تآكل وزي اللي بيسموها خشونة في الغذريف التآكل والخشونة الريبير أو الالتقام بتاعها صعب صعب لأن المفصل عضو متعدد نوعيات الأنسجة اللي فيه يعني فيه نسيج العظام فيه نسيج بتاع الغذروف فيه الكابسولة اللي حوالين المفصل فيه السائل الزلالي فيه الأوعية الدموية اللي بتغزي فيه الأعصاب الأنسجة دي كلها فيه الأعصاب بتاعة يعني إحنا كده عندنا دخلنا بتمن أو أنواع من الخلايا فافتلاف نوعية الخلايا والأنسجة المكونة للمفصل بتحتاج لعنص معي بيخلي عملية التآم المفصل في حالات الخشونة عملية صعبة عملية صعبة لو إحنا عندنا بقى مركب أو مكون غذائي فيه كل يعني أنا مثلا هقول علشان أتعامل مع مفصل لازم يكون عندي العناصر المكونة لهذا المفصل عناصر ايه عندي كالسيوم وعندي ماغنيسيوم وعندي زينك وعندي فيوسفورس وعندي 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 طب ايه الحاجة اللي تحتوي كل دوت وتكون فيري سيف أو تكون أمنة علشان نقدر نقاعد نعمل هل المنتج ده موجود عندنا في مصر؟ أكيد في حضرتك منتجات في مصر وبرى مصر الأساس بتبريد أنا بتكلم على جوه مصر عندنا منتج في مصر موجود حضرتك منتجات ممكن نقوله على الهواء دلوقتي المشاهدين ولا لا ما نقولش ولا هيبقى تجاري نحن بنتكلم على أساسيات علم تطبيق أساسيات حقيقية الناس ممكن ينتفعوا من العلم وممكن نلاقي إن الشخص اللي بيعاني من خشولها في المفصل بعد ما الدكتور بيرفع العالم لبيض ونقوله إن احنا هنركب مفصل باربعين ألف جنيه لا هذا المريض أو هذا الشخص ويريت باربعين بس دكتور ممكن ده باربعين وممكن المفصل بعد ثلاث أربع شهور يتغير ممكن من شهر الثلاث شهور بعناصر خاصة جدا من التغذية إن المفصل يرجع يجدد نفسه والمريض يمشي يبقى كويس يعني يمكن في حقيقة التركيبات الغذائية ديت بيتوفر فيها عناصر التغذية الأساسية اللي هي بيحتاجها أي خلية حية بالإضافة إلى عناصر خاصة جدا خاصة بكل نسيج يعني بمتكلم مثلا على العظام بيحتاجة نسبة أعلى من الكالسيوم والماجنسيوم محتاجة لعناصر فيتامين دي والأجليوتينينز والكالميديولين الأساسين عشان امتصاص الكالسيوم للأمعاء دي نقطة مهمة جدا يعني هي منظومة منظومة متكاملة يعني وجود العنصر الواحد يا دكتور مش كافي أنا عارب إن يحصل للتغذية ولذلك في ناس كتيرة قوي عندهم هشاشة عظام لسكن ما عندهم شي عملية امتصاص الكالسيوم من الدم للعظم دي نقطة في المنتقل الهمية دلوقتي لما يكون أنا عندي في مواد محددة لامتصاص الكالسيوم من الدم يخش العظم يبقى أنا لازم أكون جاهز بالمادة اللي بتساعد ده لأن في ناس كتيرة قوي عندهم هشاشة عظام وبياخدوا كالسيوم وبياخدوا لبن كتير وبشوهوا حاجات كتيرة فيها كالسيوم إلا إن هذا الكالسيوم بيبقى عبق على الكلة لأن ما فيش المادة اللي تحول أو تاخد الانزيم اللي ياخد الكالسيوم من الدم يدخله في العظم وده بيعتمد على بعض التقاطي اللي موجودة في الجسم يعني أنا دلوقتي دلوقتي أقدر أقول أقدر أقول بالميكانيكية دي أو بطريقة التفكير ده إن الغذاء يا جماعة لازم يكون وحاجة من أهم أسباب العلاج من أهم أسباب العلاج طيب السؤال اللي بترح نفس دلوقتي هل الغذاء ممكن يكون مهم جدا لتفعيل الدواء؟ بالتأكيد يعني إحنا ما فيش تعارض أو نوعية الغذاء ما فيش تعارض بين التغذية الصحيحة السليمة والأدوية لأن حتى أي دواء إحنا لو قرينا النشرة بتاعته هنقول إن الدواء ده لا يتحرك في جسم الإنسان عشان الخلايا تستفيد منه إذا كان مرتبط بالبلازما بروتين بروتينات بروتينات بلازما أحمد أمانية بروتينات موجودة ببلازما الدم لازم الكيميكال أو الدواء ده يتحد بيها عشان يبقى معاه فيزة أو تأشيرة تذكرة يتحرك بيها خلال الجسم كله ويقدر يدخل بيها داخل الخلايا لازم الدواء يبقى مرتبط ببلازما بروتين أي أن كان نوع هذا الدواء عشان يقدر إن الجسم يستفيد منه فبالتالي إحنا ما نقدرش نفصل العلاج والأدوية عن التغذية السليمة يعني أنا عشان أول ما بيقل يا فندم يعني بيقوله البلازما بروتين الهالف لايف تايم أن إزاي تركيز الدواء ده بيوصل لنص التركيز كل ما بيقل ارتباطه بالبلازما كل ما فعاليته إيه عشان كده بنقوله إن إحنا محتاجين ناخد الدواء مرتين أو تلاتة لكن في الآخر هو مش هتحرك في الجسم إلا في وجود الأحمد الأمينية اللي هي أساسا الوحدة البنائية للبروتين عشان كده ما نقدرش نفصل بين العلاج وبين التغذية السليمة الصحيحة اللي الخالية ما تقدرش لا تشتغل ولا يعني هي جزء من تركيب كل خلية وجزء من وظائف كل خلية حية أنا في الجزئية دي يعني هقول مثل من أو مثلين من الأمثلة اللي يعني بيتكرروا على الكل أو بنشوفهم كتير مشكلة الشخص اللي عنده مشكلة في الكلة الشخص دوت عنده عب زائد على الكلة هم نصحوه قالوله كل بروتين كتير عشان تقدر تبقى كويس وتقدر البروتين أنا أول عكس اللي عنده مشكلة في الكلة أنا أنا هاخد من الدكتور العصام يعني الميكروفون وأقول ايه في جزئية دي مثل كده مهم جدا الناس اللي عندهم مشكلة في الكلة أكتر حاجة تأذيهم وأكتر حاجة تأثر عليهم سلبا هو تناور كمية كبيرة من واحد البروتين الحيواني اتنين الكالسيوم أو العناصر الزائد الأملاع ليه لأن الكلة المجهدة دي الكلة المجهدة ما بتقدرش تتعامل مع مركبات البروتين الحيواني أو بيبقى في صعوبة عليها شديدة إنها تقدر تتعامل مع البروتين الحيواني عشان كده لازم إيه لازم نعمل برنامج معين جدا في التغذية إن احنا يوم هنبقى ماشيين على نظام بروتين حيواني ويومين بروتين نباتي يعني يوم حيواني ويومين نباتي عشان أدي فرصة للكلية في خلال اليومين اللي أنا ماشي فيه من نباتي إنه هي تقدر تست تقدر تتعامل مع الأملاح وتقدر تتعامل مع مركبات البروتين أو نواتج البروتين اللي هي اليوريا اللي هي أصلا سبب كل المشاكل الكلام ده ينطبق مع التغذية العلاجات صحيحة الكلام ده حرك منطقي للغاية إن أي خلية حية مش هتشتغل من غير ما نديها احتياجات الحياة فلما بيجي الدكتور يقول للمريض مريضي الكليا مثلا ما يكلش الحاجات اللي فيها أملاح عشان نوجود مثلا حصوة في الكليا لكن تظل الكليا والخلايا بتاعتها الخلايا بتاعتها اسمها النفلونز الوحدات اللي هي بتفرز اللي هي الدم عشان تتخلص من الفضلات اللي موجودة في الدم والسموم والكيمويات الكليا دي خلية حية فيها خلية حية الخلية الحية اللي هي احتياجات فيعني حتى المريض اللي بيخسل الكليا ما نقدرش نقول له ما تاكلش أي حاجة لكن هو محتاج الخلايا دي عشان تشتغل خلايا دي تعبانة عشان تجدد نفسها وترجع تشتغل تاني محتاجة عناصر غذائية خاصة جدا وده شيء منطقي لازم يتوفر فيها العناصر دي خمس صفات مجتمع قلنا لأن الخلية الحية ما بتقدرش تكونها لازم تخدها من برة وفايتل بنقول فيتل يعني حيوي كريتيكال فور لايف ضرورية لحياة الخلية لأنها جزء من تركيب كل خلية حية العناصر دي وبنقول إنها بيولوجيكال لأن تركيب العناصر دي الكيميا بتاعتها نفسي تركيبها جوه الخلية الحية وبنقول إنها أكتف لأنها دخلة تشتغل وبنقول إنها مايكرو نيوترينس لأنها بتصنف عالمياً هي عناصر تغذية هي دي الخلية الحية فبالتالي ما نطلبش من الخلية إنها تعيش أو إنها تشتغل من غير هذه العناصر يعني إذن أنا أقدر أقول إن غذائك دوائك غذائك دوائك المقولة دي بالميزان الرباني وكله أشربه ولا تسرفه وبالميزان العلمي وفي حاجة بالعلمي بنقول إن أي غذاء لازم يعدي على مراحل مراحل الهض بعد كده بيروح للكبد عشان يعمل فيه تغييرات في التركيبات بتاعته عشان يقدر يتحرك في الدم ويخش جوه الخلية عشان تنتفع بالمكونات بتاعته فإحنا النهاردة بنتكلم في حاجتين إن الجاز الهضمي لازم يبقى سليم الكبد لازم يبقى سليم نفس العناصر دي بتعدي بالمراحل دي فلو إحنا عندنا تركيبات غذائية عشان عندي ديئتين بس لو عندنا تركيبات غذائية فيها الصفات دي تركيبات الغذائية دي غذائية بيبقى ليها قوة العلاج السريع جدا في المحليل ليه؟ لأنها بتمتص بسرعة بسرعة لأن الخلية في شدة الاحتياج لها طيب أنا دلوقتي عشان إحنا عندنا ديئتين أنا أقدر أقول إن المنتجات دي فيه منتج والمنتج دوة أفيلابل جدا وموجود عندنا ونقدر نوفره لأي حد في مصر موجود منتجات في الماركت لأكتر من شركة ولها نتائج ممتازة جدا بالبيولوجيكا فورم بالموافقات ومعتمدة من طيب إحنا كده ودوة الأمريكية الـ FDA جميل ومسجلة أيضا يعني إحنا النهاردة المريض أو الطبيب المعالج أصبح عنده اختيارات بجوار الأدوية طيب إحنا علشان نقدر نساعد المشاهد إن شاء رب العالمين بنقدر نقول إن أي استفسار في موضوع التغذية العلاجية أو في موضوع التغذية عموما اتصلوا علينا على الأرقام الموجودة على الشاشة عشان نقدر نساعدكم ونقولكم الموضوع دوت موجود فين أو المنتجات دي إزاي تاخدوها أو تسألونا عن أي مشكلة في التغذية العلاجية مع الأمراض المختلفة إن شاء الله نشوفكم المرة اللي جاية في برنامجكم ثورة طبية في اللقاء الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة